الفئات المستهدفة من القطاع الطبي في مؤسسة حياة كريمة اللي بستهدف مين؟ بستهدف الناس بنركز أكتر على الناس اللي هي في أماكن نائية هو ما عندوش وحدة صحية أو على مسافات بعيدة أو لما جرت العادة ما يبقى فيه قوافل بتنزل بتنزل القوافل في الأماكن اللي هي القريبة من الطريق العام اللي سهل الوصول لها فكر مبادرة حياة كريمة عموماً اتغير في إيه؟ أنه بالرصد والفرق الميدانية اللي عندنا اللي أنا فعلاً يعني دول زمالي كلهم فلازم أشكرهم الرصد الميداني اللي بيتعمل بصفة يومية والشكاوي أو الطلبات اللي بجينا احنا بنقدر نعمل بيها تقارير ونرفعها للجهات فبيتم تنصيق دايماً بصفة أسبوعية وشهرية لجداول وإعادة تاني ترتبها جداول القوافل الطبية سواء من وزارة الصحة سواء من الجامعات المصرية بيبقى طبقاً للتقارير المرفوعة من الفرق المتطوع أو الرصد الميداني عندنا في المؤسسة فبدل ما أنا بركز القوافل في أماكن معينة لا بنبدأ نعمل يعني ريمابنج أو إعادة تخطيط تاني للقوافل فيبدأ المواطن اللي هو في قرية نائية اللي هو كان عارف أن صوته مش هيتسمع بس عنده ابن جاره متطوع في حياة كريمة في مبادرة حياة كريمة ووصل الصوت فنزلنا له على طول قوافلة ودية فاندم يعني بتحصل بشكل مستمر يمكن لو حضرتك على صفحة حياة كريمة عندنا هتلاقي دايماً بصفة مستمرة إحنا بنزل الجداول بشكل أسبوعي لكل القوافل اللي بتتم بالتعاون مع وزارة الصحة أو الجامعات يعني بنحاول نبلغ أكبر عدد من الناس إن فيه قوافل ويقدروا يعني يوصلوها طب القوافل دي بتبقى أهميتها إيه؟ هو حلاك هو ما بينزلش بس عشان يكتب الدواء والعلاق قفلة الرمض مثلا نزلت غرب سهيل قفلة الرمض لما نزلت غرب سهيل تكشفت على الناس اللي محتاج علاج يعني سهل ياخده دلوقتي يخده اللي بيحتاج عمليات بيتم تحويلها وتم تحويل فعلاً حالات عمليات على مستشفى جمعة أسوان وتم عمل عمليات ليهم كات عمليات مية زرق أو مية بيضة لا معظمها بتبقى بالمجاني فعلاً مفيش بالمجان ولو تعصر لنقص مثلاً يعني أدوات أو محتاج مستلزمات طبية تتكفل المؤسسة باستكمال حلو الجزء اللي هو محتاجه يعني إحنا زيب بقول حقيقة إحنا بنتكتف كلنا مع بعض كجهات يعني هو أنا دايماً إحنا بنقول عندنا هي مش نقص إمكانيات لما إحنا دخلنا على الأرض قوي إحنا شوفنا أن إحنا عندنا إمكانيات كتير وفي إمكانيات موجودة بس سعاب بيبقى المواطن على قدر من المعلومات غير كافي بالنسبة له أنه يعرف يوصل لها بسهولة فلما بيبقى فرق المتطوعين دول موجودين أنت بس ممكن حقيق ساعت مشاكل كتير حلناها أن المريض ما يعرفش أنه لو راح مستشفى وكشف هيطلع له ممكن علاج على نفقة الدولة أو عنده حق في التأمين الصحي لتلقي العلاج هو متخيل أنه مريض ومحتاج عملية فهو يأما حد يجي يدفع له الفلوس يأما هيموت لكن لما حدثه بتساعده تعمله التراك اللي يمشي عليه ويتلقى الخدمة من الدولة بالمجان بس هو ما كانش عارف أنه يخدها بالمجان فحاسس بالظلم وحاسس أنه مش عارف ومش منتصور أنه ده هيحصل وده اللي احنا بنعمله فعلا في المؤسسة فاندم لما بنتلقى حالات زي كده وإحنا فريق القطاع الطبي برضو أنا أحب يعني أدي فكرة الحضائق عليه إحنا عندنا مكتب مركزي في المؤسسة ده الهب يعني الأساسي هنا في القاهرة وعندنا في المجلس الاستشاري الطبي المجلس الاستشاري الطبي ده مكون من 15 طبيب تخصصات مختلفة كلهم شباب ولكن معهم يعني دكتوراه وماجستير فيه تخصصات مختلفة اللجنة دي أو المجلس ده بيتم انعقاده بصفة أسبوعية هي بتبقى دايما يوم ثلاث وبيعرض عليه كل الحالات اللي تم استقبلها فيه خلال الأسبوع بالتقارير بكل العرض الوافي للحالة وبيتم البت أنه هنعمل إيه في الحالة دي؟ في يوم الثلاث؟ بالزبط مش الأربع لا التلات سريع التلات بالليل بيبقى محضر الاجتماع جاهز بيبقى مخلصين بالزبط يا فاند أربع الصبح تطلع الجوابات من عندنا من المؤسسة للجهات المعنية للجهات المعنية لاستقبال الحالات وفي حالات بقى حضارك بساً بتبعتها على مستشفى جامعة القاهرة خلاص هو بيمشي في التراك بتاعه بياخد يتلقى العلاج لو في عمليات بالمجان بتتعامل وعندنا أكتر من مثال طب والدورة دي بتبقى سريعة ولا بطيئة؟ أنا بقوله حقيقة جواب بيطلع تاني يوم وعندنا إحنا قاعدة بيانات متسجل فيها كل حاجة وكل خطوة وبنعمل تراكينج ومنسقين الطبين في المحافظات لو بعمل حاجة مع جامعة القاهرة حلوان عين شمس الفيدباك مهم وده اللي بقوله حقيقة إن إحنا عندنا فريق متابعة مركزي عندنا يعني في كل محافظة فيه منسق طبي وتحت المنسق الطبي فيه فرق طبية اللي هي بتنزل على الأرض في القوافل وبتستقبل الحالات إحنا عندنا في مقارات المؤسسات دلوقتي في المؤسسة كل المقارات في المحافظات فيها عيادة طبية لاستقبال برضو الحالات وتقديم يعني الخدمات الأولية أو استلام التقارير فأنا يعني هو جروب كبير مجموعة عمل كبيرة جدا جدا وأهم ما يميزنا سرعة الفيدباك يعني أنا بيبقى العيام مثلا واقف في المستشفى وبيقول يا جماعة أنا يعني وصلي من المتابعة إنه لا أده مقدرشي لسه يتلقي الخدمة أو على طول بيتم التواصل فخليك ما تتحركشي إحنا في حد هيقابلك دلوقتي لتلقي الخدمة زي كل المواطنين هو مواطن مصري زي كل المواطنين هو مواطن مصري زي كل المواطنين بالضبط ولكن إحنا زي ما بيقول لحاجة بنعرفه بحقوقه إنه هو سعاب بيبقى مش عارف إنه هو يروح الجامعة بسرعة هياخد الإجراء والدنيا تمشي كده وعندنا حالات كتير وعمليات كتير عندنا زراعة نخيع عملية زراعة كبد عندنا عمليات العيون كتير جدا جدا نخيع وكبد تبقى حقيق كريمة وعلى فكرة يا فندم وبيتحمل تكلفتها الدولة إحنا بنساهم في إن إحنا مثلا نقدم للمريض خدمات اللي هي بنسميها ما حول العملية لكن العملية لا بتتحملها الدولة مشكورة فأنا بقول لحياك دي حقائق وعندنا يعني إحنا عندنا أرشيف وعندنا data base موسقين كل خطواتنا الفيدباك بتاعنا بيسجل وبيتم يعني تحديثه بصفة يومية إحنا فريق كبير جدا جدا لأن المؤمنين إن النتائج لازم تبقى بأرقام فأنا لازم أعرف أنا بعت لحضرتك كمنصق مثلا في محافظة الإسكندرية أنا بعت لحضرتك النهاردة عشر حالات بعشر جوابات اللي حضرتك كنت بعتهم لي من يومين عشان يخشوا اللجنة فحضرتك هترد عليها كمان ثلاثة أيام الحالة استلمت جوابها عملت إيه؟